فإن شغلنا بتفاصيل الوجع وتفاصيل الألم ما بيخرجناش من أوهمنا لا ده بيعيشنا في أوهام جديدة وأكاذيب جديدة إن كل الأحداث اللي بتحصل في حياتنا من الضيق هي المتحكمة في حياتنا ونبعد كل شوية عن إدراك جمال النعمة ويفضل الواحد فينا حاسس كأنه حياته بيبحث فيها عن أي نعمة تخليه تضيع مرار الأيام ويمكن ده مش هو الحقيقة عشان المعنى الحقيقي كان اللي سيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما كان بيعلمنا إزاي هو عندما يرى الله يحصل له الخشوع لأنه هو حاسس بالنعم فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبة بمولانا سبحانه وتعالى خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي فكأنه صلى الله عليه وسلم من شدة أنه غارق في النعم حصل له هذا الخشوع وحصل له هذا الخضوع لله سبحانه وتعالى فالغرق في النعم ده واضح في قوله تعالى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها لكن هي المشكلة أن كل واحد فينا بيحدد النعم اللي هو عايز يعيش فيها مش بيفكر في نعم الله ويفكرنا سبحانه وتعالى بالنعم اللي احنا غرأنين فيها في قوله ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة محدش قادر يبص ليه لأنه حط غشاوة من مشاعره وغشاوة من مشكله على قلبه فمش قادر يشوف النعم دي فالناس اللي صعبت على نفسها رؤية النعم والناس اللي صعبت على نفسها العبادة على خلق الله وفهمتهم أنه علشان يذوق النعم خصوصا نعمة حلاوة العبادة لازم يموت نفسه مثلا من العياد وللازم ما يبقاش خاشع ده كلام غير صحيح زي الشخص اللي حاسس أنه هو عشان يبقى غرقان في النعم لازم الحياة يبقى زي الحرير لا الحياة مش لازم عشان تبقى غرقان فيها في النعم تبقى كلها متعة لكن الحياة عشان تبقى غرقان فيها في النعم لازم تعرف أن الغرق في النعم أعظم نعمة أنت تبقى في معية الله أن الحياة بتتحرك وترى تدبير الله لك هو ده الغرق في النعم أنت يبقى لك نور أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس أن أنت تشوف ده أو أن العبادة تكون مؤسرة وبسيطة عليك وعلشان كده تكون مع الله في الحضرة فكل ما لديك من العبادة وكل ما تشعر به من صعوبة إنما بسبب أشخاص عبدوا التفاصيل أو أشخاص عبدوا السيناريو اللي عندهم للنعم وما عبدوش القدير سبحانه وتعالى علشان كده بقولك أكتر شيء ممكن يذيقك لذة الخشوع من غرقك في النعم أن أنت تصل إلى حالة البساطة في الحياة كلها أن أنت تكون بسيط فترى نعم الله سبحانه وتعالى على الحقيقة فالبساطة في العبادة والبساطة في الحياة تخليك تعيش حقيقة النعم مشكلة الأساس اللي مستصغر نعم الله هو إيه؟ المقارنة فعايش حياة معقدة اللي حاصل إن الإنسان إذا عاش الحياة ببساطة في العبادة وببساطة في مفردات حياته بدون التعقيد اللي بيعيشه هيكون في محل نظر الله ونظر من الله سبحانه وتعالى تجعل أشقى العباد سعيدة وتقود الإنسان إلى الغرق في نعيم الله فيحصل له ما لم يحصل عليه أحد لأنه محل نظر الأحد ولذلك لاحظنا أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا من صم رمضان إيماناً واحتسابا ومن قام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي فتلاقي في عبادة الصيام وعبادة القيام حضرة النبي يلفت نظرنا لأن يكون مقصودنا من الطاعة مش اللزة كما أني ما يكونش مقصودنا من اللي بنملكه واللي بينزل علينا من الرزق المتعة لكن يبقى مقصودنا إيه؟ يكون إنما يكون مقصودنا هو الله وإن نتعلم من الكلام عن الصيام والقيام إنه يكون إيماناً واحتساباً يعني أن يكون هذا لله فلما أنا أشوف أي حال بينزل علي لازم أشوف فيه نعمة لو إن الله سبحانه وتعالى رأيته مش ضيق علي أعطاني من الرزق ما يصلح حالي ربنا ما ضيقش علي ده إيه اللي حاصل ولذلك سمى ربنا سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه يبقى إيه اللي حاصل يبقى ده الرزق جاي على أد إن انت تصبح عبداً مؤمناً محتسباً يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أعطى لعباد رزقاً رقمه كثير وأعطى لعباد رزقاً رقمه قليل لكن هو في الحقيقة كل العباد يرزقون بقدر ما يجعلهم عباداً صالحين مقبلين على الله يمكن إحنا محتاجين نعرف الكلام ده أكثر وندرسه أكثر وإزاي نرى أنفسنا غارقين في النعم ونعيش مع الله سبحانه وتعالى هذا المعنى